مرة تانية إلى هراري والزميل فاروق صلاح معاهل أستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الناد الأهلي ورئيس بعثة الأهلي إلى زنبابوي نشوف الأستاذ إبراهيم الكفراوي تحيات لحضرتك بشمان سعدلي وأستاذ إبراهيم اللبنيسي والكل مشاهدي ومتابعي شاشة تقناة الناد الأهلي في كل مكان من هنا من زنبابوي بتحديد العصبة هراري ومقر إقامة بعثة فريق الناد الأهلي معي في هذه الأثناء أستاذ إبراهيم الكفراوي وعضو مجلس نارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي أستاذ أبراهيم برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وخالص تحيات المهند سعد القيعي والأستاذ أبراهيم المنيسي لحضرتك عايزي من خلال حضرتك تطمن كل الجماهير في مصر على النادي الأهلي وحالة بعثة فريق النادي الأهلي واستعدادهم لموقعات فريق بلاتانيوب أهلا وسهلا بحرك الأول تحياتي الكابتن عدلي وأستاذ أبراهيم المنيسي وجمهور النادي الأهل كله بنحييهم وبنتمنهم الحمد لله الأمور كويسة جدا يمكن هي من الرحلات الشقة شوية لأفريقيا يعني يمكن خدنا حوالي 12 أو 14 ساعة في الصفر ما بين صفر وترانزيت ونزول وحنور لحد ما وصلنا الفندق لكن الحمد لله برضو وصول كابتن سيد والمهندس سمير عدلي قبل البعثة بيوني حاجات كثيرة وجنبنا أن الاختيار فندق مش أحسن حاجة لأنه واختاروا فندق تاني مناسب جدا وممتاز بالنسبة مقارنة بفنادق كتير في دول أخرى فالحمد لله يعني بالنسبة للترتيبات كانت كويسة إحنا الحمد لله الفرقة وصلت وريحت وبعدين رحنا التمرين مبارح والنهاردة كان فيه تمرين تاني يمكن كان التمرين الأساسي للفرقة الحمد لله بكرة إن شاء الله هننتقل لبولاوايو اللي هتلاعب فيها المطش وحنسافر على طيارة نمشي من هراري الساعة 12 إلى تيل هنوصل بولاوايو الفرقة تدخل للأوتيل وتريح ساعة واحدة وتروح التدريب بكرة التدريب إن شاء الله في حدود الساعة 4 العصر الأمور هنا كويسة جدا والجو الحمد لله يعني بس إحنا الناس بس بعرفة إن إحنا النهاردة إحنا في الصيف هنا في زمبابوي جو متقلب جدا مبارح وإحنا دخلين تمرين أول ما دخلنا كان فيه عصير ومطرة جمدة جدا النهاردة الجو كان ممتاز الحمد لله يمكن الرطوبة نسبتها أعالية شوية لكن النهاردة الجو كان أحسن من مبارح دعواتكم إن يوم المباراة يبقى الجو مناسب للفريق ما بقاش فيه أمطار غزيرة لأن الأمطار لما بتنزل هنا بتبقى عصير ما بتبقاش يعني إحنا كنا فاكرين اللي غيات عندنا الفترة اللي فاتت مطر لا هنا المطر بحق وحقي فإن شاء الله دعواتكم مسندة الجماهير ده كله من الحاجات اللي نتمنها إن شاء الله ويبقى توفيق وأعتقد إن الفريق كله من أصغر واحد لأكبر واحد كلهم يعني مركزين جدا ومعندهمش هدف تاني غير الفوز نفكروش في تعايدهم نفكروش في أي حاجة نفكروه إن هم يرجعوا بالتلاتة بون اللي تأمن بنسبة كبيرة صعودهم للدور التالي إن شاء الله السوء إبراهيم يعني عزيزة تستغيل أريد موجود حضرتك نحن نتوجه بشكر لكل مسؤول السفارة المصرية ممثلة في السفيم على السفير محمد فاهمي على المجهود المبزول ومسؤول السفارة واجتماعات حضرتك المستمرة مع مسؤول السفارة لتزليل كل العقبات وتوفير كل أمور لفريدنا تلاحي طبعا يعني يعني ده من الحاجات اللي نحب نقولها ونحب نأكد عليها إن السفارة المصرية في زنبابوي عملت دور كبير قوي قوي والدور ده ما بدأش النهاردة الدور ده بدأ من شهر فات عن طريق اتصالاتنا واتصالات كابتن سامير عدلي وجهاز الكورة بالسفير اللي رشح لنا إن احنا نقعد هنا مثلا في حراري يومين وبعدين ننتقل بولواي وبعديها وكان كل التنصيق والترتيب من فترة كبيرة لكن بالأمانة ما كناش متوقعين كم المسندة من السفارة المصرية ومعالي السفير محمد فاهمي احنا نزلنا من على الطيارة في المطار داخل المطار فجئنا بوجوده وفجئنا بوجود الجهاز كله جهاز الطائم الدبلوماسي كله الأستاذة رانيا البحبوحي مستشار السفارة ونائب السفير والناس كتيرة تانية كل السفارة مسخرة كل مجهودها المعالي السفير حيبا معانا بكرة إن شاء الله حينتقل معانا لبولواي وحيبا من المساندين للفريق صراحة ما سابوش وما وفروش أي جهد عشان يساعدوا ويدعموا الفريق وإن شاء الله كل المجهودات دي ربنا يكللها بالخير بإذن الله ترجمة نانسي قنقر